سيدنا الإمام أبو حنيفة كتب قصيدة يمدح فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعقب على المرأة اللي هي وضعت السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجد النبي يأكل من الشاه فالزراع قال يا رسول الله لا تأكل مني فإني مسمومة تعالوا نشوف الأيد كده والأبيادي طب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي نتقزرع بإسمه لك مالن أنت الذي أنت الذي أنت الذي نتقزرع بإسمه لك مالن والضب قد لباك حين أتاك والزئب جاءك والغزالة والزئب جاءك والغزالة أتت إليك بِكَ تَسْتَجِيرُ بِكَ تَسْتَجِيرُ بِكَ تَسْتَجِيرُ وَتَحْتَمِي بِحِمَاكَ وَدَعَوْتَ أَشْجَارًا أَتَتْكَ مُطِيْهَةً وَمُجِيبَةً لِنِدَاكَ أنت الذي لا أسار لمشيك في الزرى وقد غاصت وقد غاصت وقد غاصت في الصخر قدماك أنت الذي عليك ظللت الغمامة أنت الذي عليك ظللت الغمامة في الورى والجزع قد حن إلى كريم لقاك أنت الذي سألت ربك فينا شفاعة فناداك يا محمد فناداك يا محمد فناداك فناداك أنت الذي سألت ربك فينا شفاعة فناداك يا محمد لم تكن لسواك صلى الله على محمد وصلا عليه صلى الله عليه اسمه مقرون صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه الله محمد رسول الله انت بتفتح لحاجات جميلة والله ابيبا مولانا اغر علي اغر علي اغر علي للنبوة خاتم خاتم للنبوة خاتم اغر عليه للنبوة خاتم من نور من نور من نور يلوح ويشاد اغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشاد وضم الالاء وضم الالاء وضم الالاء وضم الالاء اسم النبي الى اسمه اسم النبي الى اسمه وضم الالاء اسم النبي الى اسمه اذا قال في الخمس المؤزن اشغد وشق له وشق له وشق له وشق له من اسمه ليجله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة